أخوة الفضيلة الشيخ وفقكم الله في قوله سبحانه والسماء بنيناها بأيدٍ في سورة الذاريات ما المراد بالأيد هنا؟ القوة المراد بالأيد القوة بأيدٍ ما قال بأيدي باليا وإنما بأيد مصدر مصدر أيَّد يؤيد يقوي سماء بنيناها بأيدٍ أي بقوة واذكر عبدنا داوود ذا الأيد يعني ذا القوة ما هو معنى أن داوود له يدين الناس كلهم لهم يدين لكن داوود أعطاه الله القوة قوة الملك قوة العلم والنبوة عليه الصلاة والسلام الأيد يعني ذا القوة نعم وأيدهم بروحٍ منه يعني قواهم نعم يقول وهل هناك ضابطٌ للفرق بين القوة ومعنى اليد الحقيقية عند ورودها اليد يا أخي هي الجارحة في الإنسان واليد المعروفة في الإنسان أما القوة فهي معنوية الإنسان عنده قوة وعنده يد اليد معروفة عضو من أعضائه وأما القوة فهي معنى فيه معنى فيه نعم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة